لما تغلط كريم هو امر وارد في الكورة لكن لما تكرر اخطائك هو ده اللي مش وارد وده اللي مش مقبول في النادي الاهل بصة كريم ده رقم واحد الثلاثي بتوع النادي الاهل بيلعب ازاي او باين على الشكل الصورة العلوية اربعة تلاتة صحك كده اليو ديانج معاق سنائية ورباعي في الخط الخلف طيب نبص كده لالعبت ساندونز محدش ممسوك ده الهدف من اوله تمام كملت شفت الهدف طبعته قدامك شايف المساحة اللي متظللة في السرعة العلوية قدقها كريم بعرض الملعب كله ما فاش العيبة ومحدش ممسوك وارقابة سلبية وتمركز خاطئ طيب روح لي بقى للسرعة اللي بعديها روح لي للسرعة البقى ده ماتش ايه بقى له ساندونز هنا نفس المساحة نفس المشكلة لما كون بلعب ساندونز كريم وشاهبله على حدود تمنتاشر على بعد تلاتين على بعد اقل من عشرين متر عشرين متر وشاهب اللعيب وقف هنا لوحده بص شايف المساحة اللي متظل عليها بالأحمر ديها كريم مصيبة فين قل انت بتلعب تلاتة في النص لا انت بتلعب تلاتة منهم حمدي فاتح وقالدي الجنجل اتنين ستة اصلا يعني انت لابتمسك ولا بتتمركز ولا واقف ولا محفظ ولا اي حاجة فانت هنا الرجل بص بقى كريم كام لعيب واقف على اللعيب الاولاني اللي عنده النقطة البولد شوية دي في اربع لعيبة على خطه طولي واحد صح اربع لعيبة من اخر الصورة احمد القندوسي حمدي هاني داخل لجوه اربع لعيبة صح? العيب اللي واقف لوحده اللي سجل ده اللي سجل بص واقف هنا كريم لوحده الرباعي في اتنين بيتحركوا معهم اربعة مش ممسكين كامل فريم اللي بعد فريم اللي بعد ده مطش ايه كريم ده مطش ريال مدريد نفس الازمة المساحات ما بينه الخطوط انت ما بتعليكش هي نفس المشاكل ضغط عالي افتح الملعب وزي ما تيجي النهاردة اهو ده مطش ريال مدريد نفس المشاكل بتخلق مواقف واحد على واحد زي ما كان بيحصل النهاردة سايب مساحات في وسط ملعبك نفس العيوب نفس المشاكل في السورتين روح للمطش الزمالك اللي بعد اللي الاهلي فاس بيه منه مناسب ده مطش ريال مدريد بس كام لعيب من الاهلي واقفت ست لعيبة وردريجو بيستلم في نص الواحده واحد في وسط سبعة نفس الغلطة نفس المشكلة لا رقابة لا تمركز بتواقف لعيبة شخوص عاملينزل الشخوص اللي اللي بيوم موجدين في التدريب لعيبة واقفة مكانها بتتحركش هتل بقى اللي بعديها على طول الحال اللي بعديها في مبارات الزمالك يلا كمان كمل كمل في ريمل بعده دي مبارات الزمالك بص بص يا كريم بص الشكل شكل ده كوميدي شكل ده مش عيب ولا خطأ شكل ده كوميدي لما يبقى انا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة وفي اربعة في الخط الخلفي التمانية وقف بينهم لعيب ما بينه وبين اقرب لعيب ليه عشر عشرة متر قبله عشرة متر بعده دي كارسي بالمناسبة حتى لو كسبت حتى لو كسبت عندك نفس الاخطاء اه انت بتكلمش نفس الاخطاء عشان بس تبقى واضحة عشان الاهلي كان بيكسب وعنده نفس الاخطاء طب معي بقول مبارات الزمالك رغم من الاهل اللي كسب صح رغم من الاهل هو اللي كان عنده الابراهند في كل منافساته المحلية بالمناسبة لكن بص بص واحد ضرب كام لعيب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بص واحد ضرب ستة لعبين رحل لعيب حوالي دايرة قطرها عشرة متر في عشرة متر فضية تماما فلما تيجي تتكلم النهاردة يا كريم وتقول قلت النهاردة والساعة ثلاثة العصر اه ساعة ثلاثة العصر اللعب عصرا بيأثر على اللعيبة طبعا صان داونز فرقة جيدة عندهم كوالي تلعبها جيدين ملعبهم محافظين عندك ضغط كل دي اسباب على فكر وموجودة في الباكجراوند ومش اسباب وهمية هيا اسباب حقيقية لكن مش دا الرئيسي الرئيسي انك ما بتصلحش غلطاتك الرئيسي اللي حاميني قول للاهلي عنده افضل خط وسط في مصر الاهلي عنده الاساسي والبديل الاهلي عنده لعيبة يقدر لما يتصاب عنده لعيبة عنده بديل وده المنظر وسط الملعب والمسافة الكبيرة بسبب الضغط العالي اللي حذرنا منه من اول مباراة مباراة الاهلي وليسماعيلي قبل مباراة الزمالك كنا موجودين هنا قولنا الضغط العالي والضغط العكسي سلاح زو حدين خطر جدا اما انك بتستخلص الكرة في مناطق المنافس فانت بتعمل صناعة لعبة بالضغط او بتبقى كارسة في وسط ملعبك زي ما انت اشعر ممكن اقول حاجة قبل ما تنقل السورة عزو الرائي فاني بسا الضغط العالي في اي حتة في العالم لو انت كررت تضغط بالمهاجمين الاول اول خط ترحيل اه اللعبة الوسط بتضغط معاك المدافعين دول بقى انا افرائي اللي مكانهم غلط ان انت مفروض تضم كمان ملعب الوسط ما تسيبش المساحة او العكس ان كله يرجع مع بعضه لكن ايه الفكرة دايما ان انا بحس ان الاهلي بيدغط بالمهاجمين والتلاتة اللي في النص والاربع اللي ورا هم ورا فده انا تكتو ايه اللي بيحصل المساحة المسافة ما بين خط الظهر وخط الوسط كبيرة جدا ببعص او اتنين بتضرب ست سبع لعبين يبقى ده مش ضغط سليم ده ضغط عكسي خاطئ اما ان انت بكون وجهة نظر غلط او بتننفذه غلط او ان الادوات اللي عندك اللي ما تساعدش على ده فارجع تاني باك تو بيزيكس واشتغل على الادوات اللي معك بشكل موجود يلا نروح ليه ايه الاهدف يلا نروح للبعدي نروح للحلال البعدي نفس الازمة روح ماشي ماشي فريم كمان نفس الازمة نفس المشكلة نفس المشكلة كمل تاني كمل